غاب الرئيس بشار الأسد عن ممر الشرف ولم يظهر عليه مع زعماء العرب في القمة العربية في البحرين كما أنه لم يلقي كلمة خلال مشاركته بالقمة وستحادث عن منعه من إلقاء كلمته وبررت وسائل علام رسمية أن عدم إلقاء الأسد كلمة في القمة يشير لتغيرات سياسية بالمنطقة وهذا الهدوء السياسي للأسد مؤشر إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تحولات هامة بالمنطقة المحيطة إضافة لاقتراب العاصفة التي ستعيد رسم صورة العالم كما أشارت إلى أن عدم إلقاء الأسد كلمة كان مقررا منذ دعوته للقمة وترتكز مشاركته على أهمية النقاش والبحث بالملفات المدرجة خلال أجلسة القمة وأضافت أن اللقاءات الثنائية بين الزعماء تبدو أكثر أهمية من الكلمات بالنسبة لرئيس الأسد وتحديث موتة ثلاث دقائق لإلقاء الكلمة غير كافية أعلن الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد أن بلاده سوف تصديف القمة العربية المقبلة بدلاً من سوريا معرباً عن شكره وامتنانه لسوريا لقبولها التنازل عن الدورة العادية لعام 2025 واختمت الأمس أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وأكدت القمة العربية في بيانها الختامي على ضرورة حل الأزمة السورية بما ينسجم مع القرار 2254 أفاتت صحيفة الشرق الأوسط بأن الجدل المثار حول احتكار أحد المتنفذين في سوريا لخطوط نقل الفوسفات أعاد إلى الواجهة ملف الهيمن الإيراني الروسي على الفوسفات السوري وأضافت المصادر أن التسريبات بمثابة رسائل موجهة من أطراف في دمشق تفيد بوجود خلاف على تقاسم عائدات خطوط نقل الفوسفات بين الأطراف المساترة على هذا القطع ضع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نرجيب ميقاتي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى التعاون الكامل بملف اللاجئين السوريين في لبنان مؤكدا أن بيروت تعتزم استكمال حل الملف جثريا مهما كانت العوائق والعرقيل وجاء ذلك في لقاء على هامش مشاركة ميقاتي وغوتيريش بالقمة العربية في البحرين وسط إصرار لبنان على حل أزمة اللاجئين السوريين في البلاد رغم جميع التحذيرات الدولية بخطورة عودتهم خرجت اليوم الجمعة مظاهراته في كل من إدلب وبنش وحزان وتفتناز ومناطق متفرقة من ريف إدلب ضد هيئة تحرير الشام رغم التشديد الأمني وإغلاق مداخل المدينة وأفضت مصادر عالمية محلية بأن سيارة عسكرية لهئة تحرير الشام اعتدت على المتظاهرين الذين يهتفون ضد الجولاني في مدينة بنشبر في إدلب وشددت الهيئة وجهازها الأمنية الإجراءات الأمنية في محيط مدينة إدلب شمالي غربي سوريا عبر نشر الحواجز وتقييد حركة السكان قبيل ساعة من التظاهرات الشعبية التي تخرج كل جمعة منذ أشهر للمطالبة بإسقاط زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني تجمع العديد من أبناء محافظة السويدة اليوم الجمعة في مظاهرة مركزية حاشدة في ساحة الكرامة وسط المدينة تأكيداً على مطالبهم بتطبيق القرار الأممي 2254 وتسمر السويدة في يومها المائتين والخامس والسبعين من حراكها السلمي مؤكدة على مطالبها بالتغيير السلمي والانتقال السياسي بالبلاد تشاهدنا مقطعاً مصوراً من مظاهرة اليوم يا بشار يا سمسار يا بشار يا سمسار يا بشار يا سمسار أعضاء كل التجار 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 حيوا مع الحرائل حيوا مع الحرائل ورا يارح على البحرين ورا يحلى تبوس الإيدين ورا يحلى تبوس الإيدين وذا ليل ومكسور العين روح على بلا رجال اوغزر 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 ترجمة نانسي قنقر